بين اللا حرب واللا سلام لا تزال الأزمة السورية تراوح مكانها حيث لم تستطع الأمم المتحدة والدول الضامنة لأستانا إنجاز أي حل سياسي حتى الآن غير اتفاق خفض التصعيد الذي لم يبقى منه إلا اسمه جراء القصف المستمر من النظام وروسيا على إدلب آخر تلك المناطق تصعيد تحاول الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى سوريا جير بدرس احتواءه عبر ورقة اللجنة الدستورية التي تأمل أن تشكل اختراقا تنفذ منه لجمع الأطراف مرة أخرى على طاولة المفاوضات وهو ما أكدته الخارجية التركية التي أشارت إلى أن الخلاف حول ستة من أعضاء اللجنة حل وفي حين أبدأ خبراء روس تفاؤلا حذرا بشأن الانتهاء من تشكيل اللجنة أشار في الوقت نفسه إلى أن القرار النهائي بيد النظام السوري بينما لم تستبعد المعارضة السورية حصول تغيير وصفته بالإضطرار في موقف موسكو بعد فشل مقارباتها التكتيكية مؤكدة أنها قادرة إن رغبت على فرض ما تريده على النظام السوري هذا الرفض لطالما أزعج أنقرى شركة موسكو في سوتشي وبالفعل أعاد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو تحذير روسيا من مغبة ما يجري وضرورة ضبط سلوك حليفها الذي وصلت خروقاته لقصف نقاط المراقبة التركية في إدلب فضلا عن استمراره بحملته العسكرية هناك ما دفع تركيا مؤخرا لإرسال أرتال عسكرية جديدة لسوريا والتهديد بالرد على النظام وإيلامه على الأرض تظهر المعارضة السورية وكأنها تبحث عن خيار آخر يدعم وجودها وشرعيتها حيث قررت بعد انتخابات اتلافها فتح مقرات لها في المناطق المحررة والعمل السياسي والخدمي من هناك عبر الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الرحمن مصطفى دوليا يرى مراقبون أن الولايات المتحدة ستتحرك مجبرة بعدما ضجرت مما تعده مناورات روسية لكسب الوقت وتغيير الواقع على الأرض طوال 17 شهرا ستتحرك بعيدا عن اتفاق سوتشي الذي يجتمع بيدرسون مع الروسي لحسمه حاليا لكن الدخان الأبيض لن يخرج إلا بعد لقاءات بيدرسون مع النظام الذي لطالما خيب الآمال في ظل تقاعس المجتمع الدولي الذي لم ترقى جهده حتى الآن لوضع نهاية للمأساة المستمرة في سوريا قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة في بلدة ريحانية بولاية هطاي جنوبية تركيا وذكرت مصادر أمنية أن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرسوي على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائم مقامية لافتتا إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار بدوره قال أولي غطاي رحمي دوغان إنه لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها ترجمة نانسي قنقر